اشتركوا في القناة وطلب ان الحكومة تنظم هذا المؤتمر بمشاركة كل اطياف المجتمع من الخبراء والمتخصصين معانا لوضع رؤى لمستقبل الاقتصاد المصري ويمكن احنا حددنا الموعد من 23 الى 25 اكتوبر القادم وقلنا ان شاء الله هنعلن عن اجندة المؤتمر بعد هذا الاجتماع مجلس الوزراء الحالي والحقيقة يمكن الاجتماع انتهى منذ قليل وانا حبيت ان انا اعرض على حضراتكم جدول الاعمال المقترح للمؤتمر اللي ان شاء الله ان هو نأمل ان يحقق الهدف الرئيسي بالتوافق على خارطة طريق محددة لمستقبل الاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط ان شاء الله في كل القطاعات الرئيسية اللي بتشكل هذا الاقتصاد وخليني اعرض لحضراتكم سريعا الموضوع احنا طبعا الحياة البداية هو تكليف فخامة رئيس للحكومة بتنظيم المؤتمر لمناقشة الاوضاع الحالية في ضوء الازمة العالمية الكبيرة الغير مسبوقة اللي العالم بيعدي بيها وايه مستقبل الاقتصاد المصري ويكون ده طبعا بمشاركة كل المتخصصين والخبراء وده يتم بالتوازي الحياة مع الحوار الوطني اللي برضو دعا اليه فخامة الرئيس على ان يعني ينتهي هذا المؤتمر الاقتصادي ان شاء الله بحزمة من الحوافز لقطاع الصناعة والتصدير لتحقيق المستهدفات اللي احنا كلنا كحكومة اعلننا ان احنا بنستهدفها خلال الفترة الجاية فبالتالي اللي انا بأكد عليه الموضوع هو ان الدولة المصرية والحكومة حريصة من خلال هذا المؤتمر على شرح التحديات اللي بيواجهها الاقتصاد المصري في مختلف المجالات وان يبقى في حوار بناء مع كل الخبراء واطياف المجتمع لتوافق على هذه التحديات ووضع خارطة طريق للتحرك في الفترة على طول اللي بعد هذا المؤتمر وبالتالي ده انا لان انا كنت حريص كل الحرص ان انا اتابع كل اللي بيثار على ايه شكل المؤتمر ورغبات كل الخبراء ومدخلاتهم في كل وسائل التواصل وكل الوسائل الاعلامية عن احنا عايزين اين اللي يخرج بالمؤتمر فانا بأكد ان احنا هدفنا مش فقط عرض التحديات وتوافق عليها ولكن كمان يبقى فيه هناك خارطة طريق اقتصادية للدولة للفترة المقبلة وان احنا نطلع بمجموعة من السياسات والتدابير الواضحة اللي تساهم ان شاء الله في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري عشان كده احنا المشاركين معانا في هذا المؤتمر هو طبعا الوزارات والجهات المعنية ولكن طبعا المفكرين والخبراء المعنيين بكل التوجهات وايضا الاحزاب السياسية معانا عشان كده احنا حددنا واحد وعشرين جهة محلية ودولية هتبقى بنستهدف دعوتها في هذا المؤتمر احنا تقدرنا ان حجم المشاركين معانا حيبقوا ما بين 400 الى 500 مشارك في هذا المؤتمر يبقوا حاضرين لان حيبقى فيه فعاليات على مدى 3 ايام لكن اجماليهم يبقى في حدود من 400 الى 500 مشارك في الجهات كلها اللي قدام حضراتكم وارجو ان حضراتكم يعني لو قريتوا معايا هذه الجهات احنا بنتكلم طبعا برضو على جهات الدولة الوزارات والحكومات رؤساء التحادات الصناعة والغرف المتخصصة سواء غرف التجارة مجالس التصدير اللي بتبقى موجودة مجتمع رجال الاعمال وجمعيات رجال الاعمال المختلفين الرؤساء الجامعات والكليات اللي معنيين بمناحي الاقتصاد طبعا رؤساء اللي جان المعنية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالقطاعات المختلفة اللي احنا حنناقشها جوه المؤتمر المؤسسات الدولية العاملة في مصر اللي شغالة في هذا الموضوع ممثلي الشركات سواء شركات القطاع الخاص سواء المحلي او الاجنبي اللي عاملة ومعنية بالاقتصاد المصري السفراء زي ما قلت لحضراتكم كل الجهات احنا محددين واحد وعشرين جهة موجودة قدام حضراتكم كلنا بنأمل ان ان شاء الله حيكون هناك مشاركة فاعلة من كل هذه الجهات ان شاء الله في هذا المؤتمر الحقيقة نحن مقسمين المؤتمر التلات ايام عشان كل يوم يبقى بيركز على محور رئيسي في كل يوم من هذه الايام اليوم الاول مثلا بنتكلم على السياسات الاقتصاد الكبيرة او الاقتصاد الكلي للدولة المصرية اليوم التاني هيبقى محوره هو كيفية تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الاعمال اليوم التالت هيبقى خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد القومي هيبقى زي ما هاعرض على حضراتكم بنتكلم على كل قطاع من القطاعات هنشتغل عليه ازاي وان يبقى مشاركات كل الجهات في تحديد خارطة طريق لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد خلينا نبدأ مع حضراتكم اليوم الاول يمكن احنا هنبدأ فيه بجلسة تقديمية او جلسة فتاحية بتعمل يعني لمحة لمؤشرات الاقتصاد المصري على مدار العقود السابقة ومدى قدرة ومرونة الاقتصاد في مواجهة الازمات الاقتصادية الكبيرة ويمكن احنا محددين ان يعني العشر سنين فقط اللي فاتوا من 2011 لغاية 22 احنا مرينا بخمس ازمات كبرى سواء ازمات محلية او ازمات عالمية ويمكن عشان كده احنا بنوري يعني ده مسح كده بيوري شكل الاقتصاد المصري على مدار العقود السابقة كان عامل ازاي وعلى مدار الفترة من 30 ل40 سنة حجم الاقتصاد نفسه كان قد ايه وشكله قد ايه ويبقى هي دي جلسة بتوري الناس كلها وبتعرف الخبراء والمواطنين شكل الدولة المصرية على مدار الفترة اللي فاتت كانت عاملة ازاي الحقيقة هيتبحها جلسة اخرى بتتكلم على السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الازمات وهنا انا عايز اكد ان فلسفة الجلسات بتبقى عاملة ازاي بيبقى هناك رئيس للجلسة وده بيبقى احد يعني الوزراء المعنيين ومعاه متحدثين رئيسيين بيمثلوا كل الاطياف ده غير المشاركين اللي موجودين وحضرين الجلسة وبيبقى بردو بيبقى لهم مدخلته ولكن الاهم هنا لان هدفنا كله ان احنا نستمع كحكومة بنبقى هناك مدخلة بسيطة من الوزير او المسئول المعني في البداية كمقدمة وبقية الجلسة كلها هو فتح النقاش لكل الخبراء والمشاركين سواء كانوا متحدثين رئيسيين او مشاركين جوا الجلسة عشان هما دول اللي احنا هدفنا ان احنا نستمع لوجهات نظرهم ويبقى هناك توافق معاهم على ايه هي التحديات وايه الخطوات اللي احنا عايزين يعني كلنا نقرها عشان تبقى خارطة طريق وخطة عمل للدولة ويكون مشارك فينا معانا اكبر قدر من الخبراء والمعنيين بهذا المجال فعشان كده احنا بنتكلم ان الجلسة التانية هتكون بتعني بالاقتصاد السياسات الاقتصادية كلها وايه هي الواقع اللي احنا عايزين نتحرك فيه وايه الاولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر عشرين تلاتين في الفترة القادمة من اول اتنين وعشرين حتى عشرين تلاتين يعني احنا عندنا تمن سنوات لغاية سنة عشرين تلاتين ايه هي الاولويات اللي احنا نتحرك عليها كإطار عامل حيتباح الحقيقة جلسة عن السياسة المالية وحجم الاداء المالي للدولة المصرية وحجم الدين لان هذه النقطة الحقيقة اثيرت من ناس كثيرة جدا وكلهم اتكلموا على قلقهم من حجم الدين وعلاقته ايه بالاقتصاد وبالتالي هنا الجلسة دي هتبقى برضو بتعرض هذا الموضوع وايه توجهات الدولة المصرية في هذا الاطار يتضح الجلسة الاخيرة في هذا اليوم وحتكون بتتكلم على التضخم والمشكلة الحقيقة العالم كله بيمر بيها النهاردة واكيد حضراتكم متابعين معانا مستويات التضخم اللي وصل ليها النهاردة كل دول العالم ارقام لم يشهدها العالم من اربعين سنة وبالتالي تدعيات هذا التضخم وعلاقته بالسياسة النقدية واداء البنوك المركزية بصفة عامة وايه التوجهات بتاعتنا في خلال المرحلة القادمة علشان نؤكد على رؤيتنا ازاي حنتعامل مع قضية التضخم وارتفاع الاسعار اليوم التاني واللي هو عنوان ومحور تمكين قطاع الخاص وتهيئة بيئة الاعمال وده حيبدأ الجلسة الاولى الحقيقة بالتوافق وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة وحضركم تتذكروا ان احنا كنا اعدينا المسودة الخاصة بوثيقة سياسة الملكية وكان هناك اعلننا عن حوار مجتمعي مع كل اطياف المجتمع لمدة ثلاث اشهر بالفعل يعني الحقيقة احنا عملنا اكتر من اربعين جلسة شارك فيها يمكن حوالي الف خبير ومتخصص والنهاردة بقى هناك يعني نقدر نقول عليها مسودة نهائية للوثيقة هدفنا من خلال هذه الجلسة في الجلسة الاولى في اول في تاني يوم ان احنا نعلن عن هذه المسودة النهائية وناخد عليها التوافق بحيث يبقى بيتم اقرار هذه الوثيقة لانها شيء مهم جدا لان دي اللي حتبقى بمثابة دستور عمل اقتصادي للدولة المصرية في الفترة اللي تليها بإذن الله الجلسة التانية وحتكون معنية بإيه فرص إتاحة قروض ميسرة من مؤسسات الدولية وهنا لدعم القطاع الخاص دائما هناك انتباع ان الدولة بتروح تقترد من مؤسسات الدولية علشان القروض للحكومة بينما الحقيقة هناك فرص كبيرة جدا نقدر احنا كدولة بنتاحها للمؤسسات القطاع الخاص انها كمان تحصل على قروض دولية ميسرة يعني ايه قروض دولية ميسرة يعني يقدر ان هو ياخد قروض بفترات سمح طويلة بفايدة قليلة وكمان لنسب سداد على مدى زمني كدير احنا بالفعل على فكرة نفذنا هذا الكلام من خلال وزارة الدولة من وزارات المختلفة لها واتحنا قروض ميسرة للعديد من مؤسسات القطاع الخاص فعشان كده احنا هنا عشان احنا هدف اليوم زي ما عشان ما ننساش هو تمكين القطاع الخاص احنا بنعرض على مؤسسات القطاع الخاص ازاي ان احنا نقدر نساعدهم في الحصول على قروض ميسرة ونقدر ان احنا نساهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الاستثمارية الكبرى من خلال كمان اتاح التمويل ميسر ليه الجلسة اللي بعدها ودي جلسة ايضا مهمة هتبقى بتعرض عن دور الصندوق السيادي للدولة المصرية وفرصه ورؤيته ايه لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى اللي الصندوق النهاردة الصندوق السيادي بقى معني بيها وحيبقى فيه عرض على هذا الموضوع وحيبقى فيه مشاركة في الحوار مع كل الخبراء على ازاي ان احنا ممكن نشارك من خلال الصندوق السيادي في ادارة وصول الدولة المملوكة للدولة وانشجع القطاع الخاص ازاي على مشاركة في ادارة وتشغيل والاستثمار في هذه الاصول المملوكة للدولة اخر جلسة هي جلسة ازاي تطوير اداء القطاع المالي الغير مصرفي وانا بتكلم هنا على المؤسسات الخاصة السواء البورصة او الشركات اللي هي معنية بالقطاع المالي الغير مصرفي وبالتالي هنا بنتكلم على انه هيئة الرقابة المالية قعدة معانا رئيس البورصة موجود ويبقى فيه انها مناقشات مع كل الشركات اللي بتستثمر في هذا القطاع المهم وازاي نتطفق مع بعض على خطوات لتطوير اداء المؤسسات المالية غير المصرفية ان شاء الله الحقيقة اليوم التالت وده يوم يعني هو ده اللي احنا بنعتبره يوم مهم جداً ان احنا هنبدأ نحدد القطاعات المختلفة اللي بيتكون منها الاقتصاد المصري ونقعد مع الخبراء والمتخصصين في كل قطاع من دول بنتطفق مع بعض على التحديات ونخرج مع بعض بخريطة طريق تخص هذا القطاع عشان كده الحقيقة حيبقى عندنا على مدار يمكن من ساعتين الى تلاتة في هذا اليوم مجموعة من الجلسات المتوازية اللي حتتعمل الجلسات دي معناها ايه انه حيبقى عندنا يمكن من تسع الى عشر جلسات بيتعملوا مع بعض بالتوازي بنقسم كل الحضور تبقى اللي تخصصه لجلسات متخصصة كل جلسة بتعمي بقطاع محدد ويمكن هنا القطاعات اللي احنا حطينها قدام حضراتكم حنبقى بنتكلم على قطاع الطاقة وبنتكلم على قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بالذات والتوجه بتاعنا النهاردة لموضوع الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات الطاقة الرياح والهايدروجين الاخضر ويبقى في الحالة دي الحقيقة بنتكلم مع القطاع الخاص المتخصص ازاي نحرك ونعظم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا القطاع مثلا على سبيل المثال الكلام ده حيبقى بيندرج على كل القطاعات الاخرى احنا هنا بنتكلم على قطاع صناعات البيترو كمويات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاع التطوير العقاري قطاع المشروعات الخضراء قطاع النقل والمواصلات قطاع الزراعة والاستصلاح الاراضي والمشروعات الانتاج الحيواني والداجيني المشروعات الخاصة بالسياحة والطيران بحيث ان احنا يبقى في كل جلسة من الجلسات دي اللي هي الحوارية واخر جلسة ان شاء الله حتبقى على حوافز الاستثمار ومشروعات المنطقة الاقتصادية القناة السويس فبالتالي ويمكن احنا يمكن بناء على عرض اللي تم التوافق عليه في مجلس الوزراء النهاردة برضو هنضيف القطاع التعليم والصحة والاستثمار في قطاعات التعليم والصحة الجلسات دي بيبقى الوزير المعني قاعد ومع الخبراء المتخصصين بيحددوا التحديات اللي بيواجهها القطاع الخاص في هذا القطاع ويخرجوا مع بعض بخارطة طريق نتفق عليها لازاي ان احنا نعظم ومشاركة القطاع الخاص في كل هذه القطاعات المهمة الحقيقة هتليهم جلسة هامة جدا واحنا كدولة مصرية شايفينها وهي عشان كده حبينا انها تكون جلسة عامة وهو خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة ويمكن دي نقطة مهمة جدا واكد عليها سيادة الرئيس في توجيهه للحكومة ان احنا نخرج باطار عام كاستراتيجية لتطوير الصناعة المصرية وتعظيم الصادرات وبالتالي هتكون جلسة موجودة فيها دي جلسة عامة مشارك طبعا كمقرر فيها وزير الصناعة ووزير المالية ومحافظة بنك المركزي لان الموضوع ليه ابعاد يعني كبيرة وبالتالي يمكن احنا نعي تماما حجم التحديات اللي موجودة وهناك بالفعل انا كنت حريص كل الحرص الفترة اللي فاتت بجتمع مع رجال الصناعة ومجالس التصدير وغرف الصناعة المختلفة عشان نستمع ليهم ورؤيتهم ايه وبالتالي هتبقى هذه الجلسة فرصة ان يحصل توافق بوجود ايضا وزير المالية لان هناك بعض التحديات اللي تخص مثلا الضرائب او الحاجات اللي تخص هذا الموضوع وايضا محافظة بنك المركزي فيما يخص موضوع الاعتمادات المستندية وتيسير الاجراءات الخاصة بالتمويل في هذه الفترة فالحقيقة دي هتبقى جلسة برضو موجودة مهمة جدا عشان كده حابين انها يبقى فيها اكبر حجم من المشاركة هينتهي اليوم الاخير بجلسة ختمية بتعرض فيها ابرز النتائج اللي خرجت بيها كل هذه الجلسات وتوصيات المؤتمر وايه المبادرات اللي المفروض ان احنا نعلن عنها من حيث ان دي بيبقى من خلال التوافق اللي بيتم ما بين الحكومة والمموجودين على مدار التلات ايام بحيث يبقى ان شاء الله بنعلن عن هذه النتائج والتوصيات اللي ان شاء الله تكون بمثابة خارطة طريق للدولة المصرية في خلال الفترة القادمة كما وجه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشهر طيب احنا يمكن عاملين حاجة مهمة جدا اخرى طيب احنا بنتكلم على عدد مشاركين حيبقى في حدود ما بين الربعمائة وخمسمائة ممكن عدد كبير من الشباب والخبراء اللي ممكن ما يبقوش موجودين معانا يقولوا طيب احنا كمان عندنا افكار وعايزين نتيح ونعرض افكار فعشان كده الحقيقة حنطلق اعتبارا من الغد موقع الكتروني للمؤتمر بحيث نفتح فيه الفرصة لكل المعنيين وكل الخبراء وحتى الشباب ان هم يشاركوا بقراءهم وشايفين رؤيتهم ايه وهم من وجهة نظرهم ان الدولة عايزة المفروض تركز ولو فيه افكار يبقى احيانا كثيرة جدا ممكن تبقى فيه افكار غير تقليدية او برا السندوق بيترحى شبابنا فيبقى فيه فرصة طبعا غير اللي حيبقوا مشاركين معانا في المؤتمر يبقى ايضا لو حد مش مشارك بنفسه او يعني زي ما بنقول بطريقة هو حاضر يبقى يقدر هو كمان يعبر عن رأيه من خلال هذا الموقع ويمكن حاليا حنعمل كمان منصة لهذا الموضوع او تطبيق على الموبايل نفسه على الهاتف المحمول غير الموقع يعني ان هو يقدر يدخل عنه من الكمبيوتر لا كمان حيبقى التطبيق على الهاتف المحمول وحيبقى برضو بيطلق مع البكرة ان شاء الله بحيث احنا هدفنا من خلال هذا المؤتمر نستمع لاجبر قدر من الافكار والرؤى من كل الناس فالموضوع احنا صحيح جمعين عدد ليس بالقليل من 400 الى 500 مشارك حيبقوا موجودين ولكن ايضا حينبقى منفتحين وحرسين كل الحرس ان شاء الله ان لو في حتى حد اخر غير ال 400 و 500 دول اللي حيبقوا حاضرين وعنده افكار ورؤى يبقى يشارك معانا من خلال الموقع الالكتروني اللي ان شاء الله خاص بهذا المؤتمر اللي بازن الله بنأمل ان طبعا في ظل الازمة الكبيرة جدا اللي العالم بيشهدها واللي مصر جزء منه ومن جزء من هذا العالم وجزء لا يتجزأ ان نحط نفسنا خارطة طريق ان شاء الله للتحرك والمضي قدما في التنمية اللي بتحصل واللي موجودة في مصر على مدارة 8 سنوات الماضية ان احنا نستمر بمعدلات اكبر ومشاركة اكبر بكثير من القطاع الخاص في خلال المرحلة القادمة انا حبيت يمكن ان انا اعرض على حرككم الملامح جدوى للأعمال ولو في اي اسئلة من احد من حضراتكم احنا جاهزين طبعا وانا ارحب بها فضاري فان احنا يمكن حضرتك تتذكري في المؤتمر اللي احنا كنا عملناه يمكن من شهر مايو وقلنا ان احنا عايزين على مدارة 3 سنوات القادمة يبقى نصيب القطاع الخاص من اجمال الاستثمارات الكلية يتجاوز ال 60% فده هدف احنا كلنا بنشتغل عليه هنا يعني الرابط مع المؤتمر كيف نحقق ذلك ويبقى فيه توفق مع القطاع الخاص نفسه هو اللي يقول لنا عشان نحقق كلنا وما نصبه اليه في هذا الموضوع من تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات كلها طب نتحرك ازاي ايه هي التحديات اللي هو شايفها وايه الرؤل عشان نتجاوز هذه التحديات وايه الخطوات اللي هو شايف من وجهة نظره الحكومة لازم تاخدها عشان نحقق هذا الهدف اتفضل كمان عيال جرت العالم اليوم احضرتك مخرجات المؤتمر او توصيات وفندم هل ممكن تترجم بعد كده في سورة تشريعات او قوانين او لوائح او حاجات يعني الالية اللي هتتنفذ بها توصيات معلش فندم برضو جزء ريالة الاعمال طبعا ريالة الاعمال وشركات الناشئة طبعا ده برضو جزء مهم جدا هذا هيكون متضمن في محور الصناعة مثلا او تشجيع الصناعة شكرا خد بال حضرتك محور ريالة الاعمال واقتصاديات الناشئة هو يعني متقاطع مع اكتر من قطاع يعني بنلاقيه في اتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنلاقيه في الصناعة فهو هيبقى دايما محور يعني زي ما بنقول يعني موجود ومتداخل مع كل القطاعات فبالتالي انا بأكد على هذا الموضوع بالتأكيد اذا كان هناك في التوصيات ما يستدعي انه يبقى لازم يصدر بتشريع حيبقى بنسيغ على طول التشريع ونطلع به اي قرارات تصدر سواء قرارات من فخامة الرئيس تبقى قرارات جمهورية او قرارات مجلس وزراء حيبقى برضو بنسيغ بناء على هذا الكلام التوصيات هذه القرارات ويتم اصدارها وبالتالي كل الادوات التنفيذية اللي هتبقى مطلوبة لتفعيل هذه التوصيات والقرارات هنبقى على طول بناخدها ان شاء الله بعد هذا المؤتمر فضل السلام خير فاني عوض الغنام ورسل هو في سؤال من شرقيل السؤال الاول مرتبط بكلام الزميل والساس كمال هل هناك ما يلزم الحكومة الحالية والحكومات القادمة على اعتبار ان هذا الحوار لا يتكرر كثيرا بين نخبة من كبار الاقتصادين يلزمهم او يلزم هذه الحكومة على تنفيذ هذه التوصيات والنقطة الاخرى هذاك شرط في بداية كلام معليك على ان هناك حوار وطني قائم حاليا لكن الحوار الوطني له قواعد مرتبطة على اختيار نخبة من الاقتصادين والسياسيين من مشارب وإدولوجيات مختلفة هنا ما هو الحديث عن معايير اختيار الربعمائية إلى خمسمة عضو في هذا الحوار وما هو المؤشر لإجابة التي تقرأه لانعكاز ذلك إجابة على الاقتصاد المصري مع انعكاد هذا المؤتمر نسفا انا خلينا أؤكد مرة أخرى احنا كحكومة منفتحين تماما على أي أفكار وتوجهات من شأنها تعزيز مشاركة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في كل أنشطة الاقتصاد المصري وخليني تاني أعيد دايما من الكلام اللي أنا كنت بقوله مصر مرت بظروف شديدة الاستثنائية من 2011 لغاية النهاردة احنا عدينا بطورتين عدينا بإصلاح اقتصادي وبعدين أزمتين كبار جدا عالميتين أزمة كورونا وأزمة الحرب اللي احنا ما زلنا فيها فيعني الحقيقة خلينا أقول بمنتال أمانة أي أزمة لوحدها من دول كانت ممكن تكون كفيلة بالتأثير شديد السلبية على أي دولة ولكن الحمد لله يمكن القطوات اللي خدتها الدولة المصرية ومنها الإصلاح الاقتصادي هو اللي يعني مكننا أن يكون عندنا قدرة على الصمود والاستمرار حتى هذه اللحظة اللي احنا موجودين فيها وبالتأكيد بناء على هذا الكلام اللي احنا عايزين نقوله طب احنا عارفين ونعي وندرك ان هذه الظروف الاستثنائية يمكن خلت القطاع الخاص ما كانش قادر على انه هو يستثمر بالقدر اللي احنا كلنا بنأمله طب ايه اللي احنا بقى الفترة الجاي عايزينه واللي القطاع الخاص شايفه علشان نزيد من قدرة وقدرته على مشاركته وزيادة مشاركته في كل مناحي الاقتصاد اللي انا عرضتها وبالتالي تصورنا ويمكن عايز اأكد عليها احنا يمكن انا قلتها ان برضو المقررين الخاصين باللجنة الاقتصادية في الحوار الوطني هم حيبقوا مشاركين معنا بصورة رئيسية وانا في تقديري يمكن عشان اأكد على هذا الموضوع احنا هنطلع بخارطة الطريق محتاجة لعديد من التفاصيل التفاصيل دي يقدر المحوار الوطني يبدأ ياخد المخرجات بتاعة هذا المؤتمر ويبدأ يعني يشتغل عليها في وضع خطط تفصيلية وتنفيذية من شأنها اللي تساعدني كدولة على تنفيذ كل هذا الكلام فبالتالي هنا شيء مهم جدا اللي انا بأكد عليه بالتأكيد احنا كدولة هنبقى حارصين على الالتزام بالمخرجات اللي هيخرج بيه هذا المؤتمر وإيه اللي احنا بنعمل هذا المؤتمر ليه؟ احنا بنعمله كهدف ان احنا يبقى فيه توافق على توجهات معينة الدولة المصرية تشتغل عليها في خلال الفترة القادمة ونحط لها خارطة عمل نتحرك فيها خلينا اقول لي حضرتك حاجة لان حرج بتقول لي الحكومة دي واللي بعدها احنا خلينا نتكلم على الظروف العالمية اللي بقيت موجودة النهاردة يعني معلش يعني انا بستعير هنا الدول اللي بره بتقول ايه؟ محدش عارف بكرة في ايه؟ يعني محدش النهاردة يقدر كخبير عالمي يقدر يقول السنة الجاية العالم حيبقى شكله ايه؟ هل هناك حد يستطيع ان يقول هذا؟ فاحنا بنتكلم على عايزين نتحرك مع بعض احنا صحيح هنبقى بحطين خطة قصيرة المدى ومتوسطة المدى زي ما بقول بس على القل خلينا نتفق على ايه اللي نعمله بكرة وبعده وعلى مدار فترة زمانية قصيرة عشان نتعامل مع ازمة تانية انا بأكد عليها الازمة اللي احنا فيها يا جماعة العالم كله بيقول احنا ما شوفناهاش من ساعة الحرب العالمية التانية فعشان ما ننساش ان الازمة اللي احنا مصر جزء من هذه الازمة هي ازمة كبيرة ازمة عالمية كبيرة لكن احنا طبعا لنا خصوصية وعندنا مشاكلنا وتحدياتنا الخاصة اللي عايزين نتحرك عليها فعشان كده يعني عايزين نضع خارطة طريق تخص مصر وظروف مصر ونتحرك عليها مرة اخرى بمشاركة كل الاطياف اللي موجودة عشان يبقى خطة بنتوافق عليها ونتحرك عليها ان شاء الله طيب ناخد آخر سؤال بس لو ممكن يا نطف طيب وبعد اذن حضرتك المؤتمر ده مهم جدا خصوصا في زل الوضع الحالي لكن هناك بعض الاستراتيجيات اللي اعتمدتها الحكومة خلال الفترة الماضية يعني من المفترض خلال هذا الربع أو الربع الأخير من العام الحالي يحدث فيها بعض الإجراءات زي مثلا طرح الشركات لالبيع عمليات الاستحوازات ثانيا ايضا برنامج عمل السندوق السيادي في حال الترقب لدى مؤسسات التمويل الدولية ودول الخليج المستثمرين انهم عايزين يخش السوق المصري بس منتظرين هل ده هيكون لعلاقة بالمؤتمر بمعنى انه لا يجوز الربط بين مخرجات المؤتمر وما قررته الحكومة من قبل فيما يتعلق بهذه الاجندة الاجندة دي قائمة يا فندم واحنا كأعلن عنها ويمكن حضراتكم دي كانت سواء في مؤتمرات أو في لقاءات حتى مع كل الاطياف والجهات مش احنا لوحدنا اللي اعلن عنها ومع ذلك دي احنا ملتزمين ومشجلين عليها ولكن من الوارد ان تظهر افكار جديدة داخل المؤتمر وبالتالي هيبقى فرصة لنا واحنا بننفذ هذا الكلام لو كان هناك احتياج لاضافة اي شيء او تعديل اي شيء نتحرك فيه ولكن التوجهات الاساسية قائمة موضوع الاستراتيجية اللي حضرتك قلتها وطرح الشراكة عدد من اصول الدولة للشراكة ودي اعلننا عنها كثوابت لكن فرصة المؤتمر انه يناقش كيفية تنفيذ هذا الموضوع وايه هي التحديات اللي منشأناها او اللي موجودة حاليا اللي ممكن تكون بتبطأ هذا الموضوع او تعيق مشاركة اكثر للقطاع الخاص يقولولنا يبقى بيقولولنا لا خد بالك انت اه قلت كده ولكن هناك تحدي قائم على الارض بيمنع هذا الكلام يبقى احنا نقدر في خلال المؤتمر نتطفق على ازاي ان احنا نتغلب على هذه التحديات انا بشكر حضراتكم جدا ويعني شاكر مشاركتكم ونأمل ان شاء الله ان شاء الله ان المؤتمر ده يحقق التطلعات اللي كل الشعب المصري النهاردة بينادي بيها واللي احنا كدولة الحقيقة شغالين عليها بالرغم من كل التحديات الهائلة اللي بنواجهها النهاردة اللي حضركم اكيد متابعينها واللي هدفنا كله استمرار التنمية في مصر بالصورة اللي مر جوة وان احنا نضاعف معدلات التنمية ومرة اخرى بأكد حرسين كل الحرص على مشاركة اكبر وبطريقة فعيلة اكبر للقطاع الخاص في خلال المرحلة القادمة ان شاء الله شكرا لحضرنا